وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق صناعة وتحقيق تحصن مضطرد في مسار توطين الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات وتوفير فرص عمل أضاف مدبولي أن الدولة تستهدف جذب المصانع العالمية إلى أرض مصر المنتج الأهم الذي نحن كمان مركزين عليه قوي والفترة الجاية وحيبقى الزيارات المستقبلية الفترة الجاية هنشتغل عليه هو مصانع السيارات وإحنا يمكن من خلال المجلس الأعلى للسيارات شغلين على هذا الموضوع بقوة دخلنا القانون بتاع حوافز السيارات والنهاردة الاتفاقات التي اتعاملت مع الشركات العالمية أنها ستبدأ تصنع منتجات داخل مصر بنفس النموذج الذي رأيناه كنمازج نجحة في بعض الدول الأفريقية سيبدأ في مصر وأن المفروض أن متوقع إن شاء الله أول خطوط إنتاج تنتج السيارات في عام 25 وده حيبقى شيء خطوة كبيرة جداً وده شيء مهم جداً لأن مصر برضو كانت فطورتها السابقة في السيراد السيارات أكتر من أربعة مليار دولار سنوياً وكل ده عشان كده احنا بنركز الدولة بتركز والحكومة بتركز بتشوف فين الفواتير اللي كانت بترهق الاقتصاد المصري إزاي أشجع الشركات العالمية أنها تيجي تفتح هنا إزاي أحفزهم أن هما ينتجوا هنا عشان أقلل الفطورة بتاعتي وكمان علشان أخلق فرص عمل وأدي فرصة للتصدير ترجمة نانسي قنقر